السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن فريضة الزكاة هذه الفريضة عادة ما تكون لما يبزغ فجر هلال شهر محرم من الحرم السنة الهجرية الجديدة مع رأس كل سنة هجرية جديدة اعتاد الناس انهم يخرجون زكاة اموالهم ونسأل الله تعالى ان يهل علينا وعليكم هذه السنة الهجرية الجديدة باليمن والامن والبركات والسلامة والمغفرة والردوان الزكاة ايها الاحب الكرام هي فريضة اسلامية ربنا عز وجل امر بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من فرائد الاسلام بنية الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا فالزكاة هي فريضة اسلامية وهذه الزكاة هي لها ابعاد تربوية وابعاد اجتماعية كثيرة جدا شرعها الاسلام للقضاء على الفقر لان الفقر هو حدث طارئ الاصل ان يكون الناس في رغض من العيش بفضل التكافل والتضامن وبفضل ان الاغنياء يوسعون على الفقراء هذا هو الاصل لكن الفقر هو شيء طارئ كلما وجدت فقرا في بلد ما اعلم بانه قد عطلت فيه الزكاة او عطلت فيه فلسفة التضامن والتكافل ونريد ايها الاحباب الكرام جميعا ان نذكر انفسنا بهذه الفريضة الاسلامية التي فرضها الله تعالى على عباده المؤمنين وقد حذرنا سبحانه وتعالى من عدم اخراجها لان الذي يبخل او يكتنز الاموال ويجمعها دون ان يعطل الفقراء والمساكين ربنا حذرنا من ذلك اشد التحذير فقال جل جلاله ان الذين يكنزون الذغب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون نسأل الله السلامة والعافية فالزكاء والاحباب هي فريضة لكن ربما بعض الناس يتسألون على من تجيب الزكاة لا تجيب على كل الناس تجيب الزكاة على من كان موسرا على من كان غنيا على من امتلك قدرا من المال لهذا الفقهاء يقولون شروط الزكاة معدودة اولا ان يكون مسلم فغير المسلم لا تجيب عليه الزكاة لان غير المسلمين هم غير مطالبين بفروع الشريعة غير المسلمين هم مطالبين اولا بالعقيدة وبالايمان ثم بعد ان يسلموا يطالبون بفروع الشريعة فلابد للزكاة ان يكون صاحبها مسلم وان يكون عاقل عاقل المجنون قال العلماء اذا كان المجنون لا يعقل فان وليه ولي امره هو الذي يخرج عنه الزكاة اذا بلغ النصاب ومر عليه الحول ومن شروطها كذلك الصبي الصبي حتى الصبي الصبي الذي لم يبلغ الحلم فينوب عنه وليه هو الذي يخرج عنه الزكاة المفروض انه ينبغي ان يتوفر عندك نصاب من المال واحد القدر من المال كتسمى النصاب اشنو هذا النصاب ما قدره قدره هو كيتغير هو العلماء وضعوا لي واحد للاشارة مؤشر هو خمسة وثمانين جرام دي الدهب باش نعرفوش انا يا واجب علي الزكاة ام لا خاص يكون عندي واحد القدر دي المال يساوي خمسة وثمانين جرام دي الدهب كانش عندمو الدهب كانسولوش هالدهب للجرام ملك يقوليش هالجرام كانضربو في خمسة وثمانين الحاصل هو النصاب والثمان يددهب كما تعلمون يصعد ومرة خمسمية درهام مرة اكتر مرة اقل فملكي باللغة للقدر هذا الشرط الثاني انه يمر عليه الحول خاص ذاك المبلغ دي المال يبقى عندي في الفائض ويمر عليه حول يعني سنة بكاملها هو محطوط عندي الى قدر الله تعالى واحتجته وسرفته على بعض المصارف العائلية او ضروريات الحياة قبل الحول ما علي الزكا خاص يكون عندي فائض ويبقى عندي لمدة سنة بكاملها هذا كنتسمى مرور الحول ثم ان يكون الملك دياله حقيقي لي ما عنديش فيه شريك توحد لو كان معايش شريك لا تتزموني الزكا خاص يكون ملك حقيقي ونكون انا خالي من ديون لان لو كان عندك ديون خاص يتأدي ديون اولا لاصحابها عاد تأدي الزكا بعد ذلك لو كانت عندي شروط كاملة انذاك تخرج هذه الزكا وغيرتعطيها طيبة نفسك تعطيها لمن يستحقها من الضعفاء والمساكين وتعطيها بعض العلماء قالوا لك وش نعطيها خفية ولا علانا قالوا اللي خاف على نفسه الرياء والسمعة يعطيها خفية ولا بغين شر الإسلام وبين عظمة الإسلام يعطيها علانية إذا أمن على نفسه الرياء لأن الأعمال الصالحة ربنا يحبنا أن نظهرها بحل الجهاد في سبيل الله بحل دها بالصلاة العيد بحل دها بالصلاة الجمعة وغيرها من الأعمال الصالحة ينبغي أن يكون فيها الإظهار إذا كان خاليا من الرياء من خش على نفسه الرياء ممكن أن يعطيها لغيره يوزعها كان بعض الأثرياء يخاف عن نفسه الرياء تبغي السلامة والعافية كيعطيها لغيره إما لبعض الجمعيات على الأعمال الاجتماعية لك تقوم بالإحسان إما للمرضى وإما للمساكين وإما للأيتام وإما كيعطيها لبعض الفقهاء دي المساجد إمام الجامع في واحد البيئة معينة عارف الناس كيصلى الله عنده شكون الضعفة شكون لهم ضرفهم يحتاجون للمساعدة أو غير ذلك إذا أمن على نفسه أرد أن يأمن الرياء على نفسه والزكاة تبطل والعياد بالله بالمن والأذى يقدر الإنسان يأذيها ولكن تصبح باطلة إذا قارنها بالمن والأذى كما قال الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى تعطيها وتقول لهم كلام جاري حتى لا يليق هذه الزكاة ربي عز وجل بيه لنا شكل الأصناف لغادي يخضوها هم ثمانية أصناف ربي دلنا آذة الحصر قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكيم الله سبحانه وتعالى قال لنا إنما إنما هذه أداة حصر يعني هذه هم فقط الأصناف الذي ينبغي أن نعطيهم الزكاة كان أعطوها أولا للفقراء الفقراء هم ناس لما عندهمش اللي هم كيمدوا يديهم كيتسولوك يقول لك الله ما عندي رأى عندي تغلبت مع الظروف رأى كده لله يا محسنين أعينوني كتلقى دائما كي يطلب الناس يطلبوا الله السلام والعافية هدو نعطيهم للفقراء والمساكين شكو المساكين هدو ما كيطلبوش مساكين هذا خدام خدام عنده وظيفة عنده تجارة ولكن انكش محدود انكش يقليل عنده عيال كثور عنده الكراع عنده التزامات والأجر دياله لا يكفيه سماه ربي مسكين كما قال الله وتعف سورة الكاف وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يعني سمم انهم بحارة كيعملوا في سفينة ولكنهم فقراء على قد الحال فالفقراء والمساكين والعاملين عليها أيام زمان كانوا العاملين عليها كانت الزكوات من اللي كي تبغي يخضوها كي يبعث سدنا النبي مجموعة ديال السعات كيتسمموا الجوبات والسعات والرعات والكتابة هدو كلهم كيتسمموا العاملين لأن الزكاة في عهد النبي كانت مؤسسة مؤسسة اجتماعية مالية كان فيها مجموعة من الجوبات اللي كي جمعوا الزكوات والكتابة اللي كي سجلوا اللي روجستر السجلات وكانوا السعات اللي كي بقي سعابي الناس كي دق على هذا الباب ومشي للأزقاء ومشي للمدن وكانوا الرعاة اللي كي يكون عنده زكاة الغنم والمواشي لأن الغنم والمواشي والإيبل والبقار كي يقوم برعيها ويضع في الإسطابلات هؤلاء كي بدلوا مجهود كبير وكلي كي سافر كان لما بعت النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ابن جبل إلى أهل اليمن قاضيا قال لهم وأخبرهم وأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تعطى من أغنيائهم ترد على فقرائهم فكانوا الناس كي يقوموا بمجهود كبير كي تسمعوا العاملين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب الرقاب هما اللي كيكونوا العبيد كانوا العبيد أو الناس كيكونوا في وضعية صعبة كانت النظام العبودي أمزأ أيام زمن والإسلام مدام أنه حركة إصلاحية تحررية يعتني أولا بحقوق الإنسان وكرامة الإنسان كان شرع سهما في الزكاء للحفاظ على كرامة الإنسان فشرع عتق الرقاب فكانوا الناس كي مشيون رقاب كانت أسواق النخاسة في جميع الأماكن قبل الإسلام والإسلام أراد أن يزيله فشرع أننا نعطي من مالي الزكاء كما الرقاب يعني لدي شي خطيئة فعتقوا رقبة مؤمنة كل خطيئة عتقوا رقبة مؤمنة الغاية أن لا يبقى هناك العبيد وخصوصا في مواسم الحج كانوا نسكي مشيون الحج وكانوا كي عتقوا رقبة مؤمنة كي يجمع المال وكي يعتقى في البقاء المقدسة باش يكون عنده الأجر والثواب أكبر ده بل الحمد لله ما بقعوش الرقاب العصر ديالنا في حقوق الإنسان ولات الكرامة الإنسانية ولكن ده لا يمنع بأن في أي لحظة البشرية كما أن الله يعزه أمرها قد تنتكس من جديد نحن نعلم بأن البشرية غادية في حركة حالزونية كما يقول ابن خلدون مرة في القمة ومرة كتعود رجع للأسفل الحركة الحالزونية للتاريخ فلا يمكن أن نشطب في الرقاب لأنه ممكن في أي زمن آخر يعود النظام العبودي ومن يدري فربنا قرآنه خالد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين الغارمين هما الناس اللي عندهم الديون إنسان عنده الدين بقى ما قدرش يكتافي بالقدر اللي عنده ما بغش يمدي الدو ولكن شخها الديون بغي يقتنى واحد السكن اقتصادي بغي يقتنى واحد السيارة اقتصادية لقد الحالي تنقل بها عنده مسافات طويلة بغي ولكن تقهر بالديون هنا نفقه له ونعطيه من مالي الزكاة نحيد عليه الديون دياله طبعا هالديون قالوا العلماء الديون اللي هي اللي هي معقولة منطقية بشي إنسان عنده سكن متواضع بغي ياخد سكن فاخر وخذ الديون أو عنده السيارة لقد الحال وبغي ياخد سيارة فخمة أو بغي يعيش حياته الرغد والرفاهية وخذ الديون هذا لا لا يسمى مدينة هذا كان فق الأموال على الرفاهية فالمدين الغارمين هم الذين عندهم ديون اضطرارية ولده مرضليخ سدواء بدر عملية جراحيات سلف شي حجال دخل مدرسي عيد الأضحى مسائل للناس كي يضطر أنه ياخد ديون لأشياء اضطرارية مش اللي الرفاهية والتوسعة الفائقة هدوم الأصناف إنما الصداقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله في سبيل الله العلماء قالوا أيام زمان هو كان كان الجهاد تجييش لجيوش كان الجيوش كان كل واحد كان جيش عادي متطوع الفرسان وصحاب السيوف والماءونة الآن ما بقاش هذا الأمر دي للجيوش ولا تعدنا ولا عدنا جيش ديش كل دولة عندها أجهزة أمنية وعسكرية اللي كتقوم بها الأجهزة ولا دي للدولة كان نفق عليها نفقات من ميزانية الدولة فلم يعود هناك اليوم تجييش لجيوش ولكن بقية ماذا؟ بقية مشات الجيش النظامي صار نظامي الدولة كتكفل به لأنك يدخل من مقاومة الدولة ما بقاش الجيش النظامي أش كنديرو كان في سبيل الله قالوا هو الإنفاق على المدارس العلمية الشرعية لأن الناس يحبون العلوم العصرية اللي عنده شي واحد كيبغي ولده لبنته كيبغي يقري يقرياء عصرية يقري اللغات الأجنبية الإنجليزية الصينية يقريه الماركوتين يقريه الإعلاميات يقريه السياسة الدولية الناس كيبغيوا العلوم الطب الهندسة الفلك هالش اللي فيه اللي فيه المرضودية وفيه الهيبة وسط الناس ولكن العلوم الشرعية شكو اللي غد يقراها علوم القرآن علوم الحديث علوم الأصول علم الفقه الناس كيزهدوا فيها كيقول لك هذا إلي قريتها قبل فلوس مقا فقير احتقلوا أيام زمان من طلب الحديثة فليبشر أهله بالإفلس يعني ما عندهش المدخول فنقلوا بش يبقوا الناس شدين في حبل الشريعة الإسلامية نعطي من الزكاة للمدارس العاتيقة اللي كتحفظ القرآن الكريم اللي كتقري علوم الشريعة اللي كتتعلم القيم الإسلامية بش تبقى متواصلة أما العلم الأخرى الطب والهندسة هذا النسر قد بحويجهم لأنها كلها مصالح وكلها مكاسيب وكلها طريق للترى فربنا قال إنهم هدو إلى أن قال وفي سبيل الله وابن السبيل ابن السبيل هو اللي تقطع بالطريق إنسان جاء من بلاد بعيدة ومبقىش عنده الأموال ولا نازح من النازحين هدو كيكونوا كثار بحل احنا في عصرنا هذا عدنا عدنا الأفارقة اللي كيجيوا من إفريقيا السمراء من دول عند الجفاف أو عند الحروب كي يدوزوا عبر المغرب هدو كتسموا عابري سبيل نعطيهم من مال الزكاة من قبل كانوا إخوانا السوريين فروا من شر الحرب وجوا إلى أرض المغرب فيه الأمان يعطونا أيضا من الزكاة هؤلاء يربق لنا فريضة إنما هذا تحصر فريضة يعني على هؤلاء نعطيهم وربق لنا إن الله علم حكيم هو اللي كي يعلم كي يعلم الأسرار وكي يعلم النفوس وكي يعلم الصادقين أسحاب الرياء وهو اللي غادي يجازي سبحان الله العظيم هاد الصدقة هادي وهاد ربس ما الصدقة من رؤوس ما رسمها الزكاة كلها واحد هي كنعطيها لدي الناس ولا نعطيها للأصول والفروع الأصول والفروع شكونا أما الأصول هما والدك والأجداد ديالك هذو تتعطيهم من حر مالك والفروع هما ولادك وبناتك والحفدات ديالك ما تعطيهم من الزكاة تعطيهم من حر مالك لأن الزكاة هي أوساخ الناس فزوجتك وأولادك وبناتك ووالديك هذو اللي هم محيطين بك واجب عليك أن تنفق عليهم من حر مالك أما الزكاة تعطي للآخرين أي نعم لك مقربين إليك لإخوة ديالك والأخوات أو أبناء الأخوات اللي هم ظروفهم صعبة ممكن تعطيهم أيضا استثنى العلماء إليك عندك ولدك وبنتك تزوج واستقل بنفسه وعنده عائلة واحتوى في وضعية صعبة توكي يشعر بأنه عنده مدين أو عنده فقر تعطيه إلي طيتي المقربين إليك من دمك ولحمك لك أجران أجر الصدقات وأجر القربة هكذا روىت أمنا عائشة رضي الله عنها لك يعطي الزكاة للفقراء من أهله من زي الإنسان يبدأ من أهله يفوت عليه مراته أولاده والده ويشوف الأهل المقربين يعني الإخوة والأخوات أولاد الأعمال والأخوال اللي هميا في وضعية صعبة ماشي ماشي خلي المال دولة بينكم خلوا غفل عائلة لا يلا كانوا فقارا يلا كانوا فقارا نعطيهم يلا كانوا ميسورين ما نعطيهم شيء لأنك مال الله ماشي مالي أنا ومن الآخر مال الله نقلب على الفقير المستحق وذلك الفقير فإنما يدخر لك عند الله تعالى تلك الصدقة ربنا يتقبلها منك كأنك تضعو في كفي الرحمن يربيها لك كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل وهذا الصدقة رمشي الضريبة ربعض الناس يقول لك أنك ينخلص الضرائب أنا عندي تقريب أن خمسة وعبعين في المياه من المدخول ديالي أو خمسة في المياه كمشي الضرائب كذلك الدولة الدولة تطيل الفقراء المساكين لا الضرائب ذلك حق الدولة الدولة كتخلص بالضريبة ديالنا كتخلص بها الأجهزة الأمنية الأجهزة العسكرية المسيرين في الحكومة المندوبين المجالس المنتخباء وحد المجموعة ديالناس اللي يسيروا الشأن العام ويحفظوا انظام العام فالدولة كتعطيهم من الضرائب وتطيل القطع التعليم قطع الصحة نصع من هذا الدرائب فهذاك حق الدولة باش الدولة تبقى قائمة أما الزكاة هي حق الله يعطى فقط للفقراء والمساكين وهذا الأصناف تمانية اللي ذكرناهم وهذا الزكاة لما نعطيها سبحان الله العظيم هي علاج للأمراض النفسية لي عنده مرض نفسي وكيشعر بالاكتئاب يشعر بالسعادة وبالفرحة والسرور مالك يدخل البهجة والفرحة على الفقراء والمساكين الله تعالى ينتزع من قلبك وصدرك ذيك اللوت الأحزان والغم والهم وكيشعر الصدر كيشعر والفرحة والسعادة والحبور هذه الزكاة كانت الزكاة الفردية عندما نحن الآن في المغرب نخرج وغير بعض ذياتنا زكاة فردية وكان بعض الدول عندهم ما يسمى بالتأميم الجماعي أن الدولة كتكلف بجمع الزكاوات في واحد صندوق كبير إما الدولة وإما بعض القطاعات أو الجمعيات كيجمعوها وما البعض كيحاولوا يستثمروها يدروا بها مشاريع كبرى عيوان من عطيل هذا باشي شري أطعيمة وأشريبة كنجمعوها في صندوق كبير كنقلوا هاد المنطقة هاد المنطقة هاد المدينة كل فقراء اللي فيها أشخاصهم خاصهم سكن كيعيشون مثل سكن عشوائي أجين دللي مناوحة السكن الاقتصادي ونملكوا اللي هم فابور ببلاش هاد المجموعة دي الناس عندهم ربما أمراض خاصهم وحد السنطرة دي الدياليز هاد الناس عندهم ربما نقص في التعليم للموحد المدرسة دي التعليم المنهجي يقروا فيها أو للمصنع مصنع أو شركة ونملكها لهم هاد هو اللي باش نحاربوا الفقرة هي دراسات أقيمت في بعض الدول إلي طبقنا نظام الزكا نظاما علميا فقيا حقيقيا ربما ممكن من خمس إلى عشر سنوات البلد ميبقاش فيه الفقر الفقر لن يكون أبدا بعض الدول طبقته دول في ماليزيا كانوا تجربة سودانية تجارب في دول الخليج في تركيا وحد مجموعة دي الدول طبقت نظام الزكاة الجماعي يعني أننا عيوض من قولنا طوال بعضياتنا الضعافة ونستهلكوه كنجمعوها في صندوق كبير وكنديرو بها مشاريع كبرى ونملكوها للفقراء والمساكين باش يقدروا هم ينتجو ميبقاش يمدود ديهم هم ينتجو ولننتجو كندسوا واحد المدك يغنيهم المولاك يعودوهما أيضا دافعين للزكاة وأحسن تجربة وقعت في تاريخ الإسلام هي في أهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز طبقوا هذا المنهج العلمي الاقتصادي دي المالية العامة دستوا واحد المدك ما بقيتش ما بقيتش ما بقيتش واحد بغى الزكاة كانوا الناس يخرجوا للشوارع العمك يقولوا يا ناس كمشوا للأسواق إلى أبواب المساجد من يريد منكم الزكاة حتى واحد ما بغيها لأن كل شي صاروا أغنية ما بقواش فقراء في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وفاضة الأموال من لطبقوا طبقوا هذا النظام دي الزكاة وطبقوا الصدق وحيدوا الرشوى وحيدوا الاحتكار وكان تراحوم وكان الصدق وكان العمل الصالح ربي أعطاهم البركة أعطاهم البركة لأنكينا البركة ولو أن أهل القرى آمنوا والتقول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أعطاهم الله البركة ففاض عليهم الرزق كينا بعد الأوساط الله تعالى كي نزعمنوا بالبركة كي يخدموا بليلوا بالنهار المشاريع الاقتصادية والفلاحة والزراعة والتجارة الدولية والبورصة والأسهم ولكن ما كينا باركة كل شيء يشكي بالفقر المشكل فين كي يكمن أن الله تعالى ينتزع البركة هاد البركة باش تكون خاص لابد يكون فيها التقوى ويكون العمل لوجه الله لا رياء ولا سمعة وكل إتقان للعمل يكون تراحهم بين الناس ويكون محاربة الرشوى والاحتكار والحجرة هاد كل لغة يتحارب وبعد ربك يقعنا البركة في عاد عمر بن عبد العزيز فاضته البركة فجاءه وزيره للمالية قال ييا خليفة المسلمين لقد فاضت خزائننا بالأموال ماذا نفعل بها قال يأعطيها لفقراء المسلمين قال يأعطيناهم حتى أعطوا الزكاة عن أنفسهم قال يأعطيها لفقراء اليهود والنصارى قال يأعطيناهم حتى أعطووا الجيزة عن أنفسهم قال يأعطيها لمساجد الله قال يجعلنا لها جعلا يكفيه السنوات دوات العدد دلال أوقاف كتكفيها سنين طويلة قال لي إذن أعطيها للشباب المسلمين قال لي أعطيناهم ما يزوجون به أنفسهم ويعتمدون به على أنفسهم ويربون أبنائهم دار العطاء للشباب أنه مكنوا من الزواج وطال واحد البدل للإسكان وباش يربيوا لادو وباش دار تجارة الشباب قال لي إذن أعطيها للعبيد قال لي ما بقي في أرض الإسلام من رقابة مملوكة قال لي إذن اشتري به حبا وذره في الصحراء تأكل منه طير الله فصار الوزير كي أمر العمال للأقاليم يشيروا الحبوب ويمشون الصحاري ويرميوها في البريري باش يأكلوا الحوحش في البرية والحيتان في قاع البحر والطيور في السماء فاضت الخزائن وفاض الخير والبركة فنسأل الله سبحانه وتعالى وقد أهل علينا شهر محرم الحرام كل واحد منا عنده هات الشروط عنده القدر دير الزكاة فاق خمسة وثمين جرام دير الدهب ومر عليه الحول وكان خالي من الديون أنه ينفق على الفقراء وعلى المساكين يوسع عليهم يبدأ بالمحيط دياله ثم الأقرب فالأقرب وربنا عز وجل يتقبل من الجميع اللهم اغنينا بفضلك عمن سواك اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا وباعد بيننا وبين القرش الحرام اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب وجعلنا يا ربنا نتصرف في القرش الحلال نكسبه بعرق جبننا وننفقه فيما تحبه وترضاه إنك سميع قريب مجيب ولن أطيل عليكم أيها الأحباب الكرام ربما هناك أسئلة وتساؤلات أو إضافات أو اقتراحات أرقامنا كالعادة مفتوحة في وجه الجميع هي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50-51 نبقوا مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل ونستقبل مكالمتكم فابقوا معنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنستقبل مكالماتكم ونبدأ بأول مكالمة من إقليم العرائش معنا السيئي السلام عليكم ولي حياك الله الله ينورك الله ينورك بنور الله يا مرحبا أول تصار يا ألف مرحبا سيأي يوم مرحبا سيأي يوم مع الواليد رام ريدا والواليد رأتشوف ببشي آمين وعدي واحد اكتئاب شوية بحل الخوف حذك يقوله هذا الشي اللي تبو مزوي وعديه بحل القعلاق والحمد لله كان تبضس كان قرار شوية القرآن كان تكر الله لعمال شوية عصابيتي ليلة هيل الله الشي اللي كينا الحاج كانت صنقلك بززاف كانت صنقلك بززاف كانت صنقلك بزاف بارك الله بسيأي يوم الله شدني البك يا مابي ما نقول لك الحمد لله لكل حال وصاب الله يشافك مولاي وصلح شبابك ويحفظك ورعاك يا رب شكرا لك أيو خاف الأعمال كانت دروا بس نطوني وكانت تبعوكم الحمد لله حكم خدم شي فر ماشي كان دي من تدرات بحدايا بشيزة ماشي حاجة كان ديرها الله يحفظك يا ولدي الله يصلحك ويشلح شبابك حفظك الله ورعاك الله يفجأ لك رعا عندي واحد الوليد واحد الجوجة شوية عصابية تعرف نعم فقص غيرها فهد جوز دي وما كل شي ضغوطات شكل يومي لا حول أوصر لا إله إلا الله هذه الحياة السأيوب نحن نجموك بسرعة لأننا لدينا الوقت ضيق جدا هذا اليوم المبارك السعيد يوم الجمعة كنا نريد أن نقول لك السأيوب هذه هي الحياة هكذا ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الحياة واهب الحياة صممها على هذه الشكلة فيها يوم لك ويوم عليك وفيها الحياة وفيها الموت الولد من المات الله يرحمه الله يوصل الرحمات قضى ما عنده في الأجل ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى لك تسالك هو أنك تجدد عليه الدعوات والرحمات في كل وقت وحين والولدة الله يشافها ويعافيها ويطول لها العمر والليك تسالك أنك تبر بها وتحسن إليها وتدخل الفرحة إلى قلبها ديما تجتهد في ذلك أما علاقتك مع الزوجة ومع العمال والاكتئاب هذا لا ينبغي أن يكون في الإنسان المؤمن لأن الاكتئاب الأصل ما هو هو عبارة عن طريقة تفكير الاكتئاب هو طريقة كفي التفكير في الغالب أن الإنسان هو يفكر تفكيرا سلبيا تفكيرا مرضيا أو ربما تغلب عليه الوسوسة فيصير مكتئبا من علامات أهل الإيمان واليقين ربنا قال فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أهل الإيمان رب نوصم بذل وصف ما معنى لا خوف عليهم هذا الخوف من ينكي يجيهم الخوف عادة حتى الاكتئاب ما هو هو الخوف زائد الحزن يساوي الاكتئاب هذه معادلة الخوف من كي يجينا كي يجينا من التفكير في المستقبل كنقول تقلبة الحياة ربما الأحوال المادية العلاقة مع الزوجة مشكلة لولدات علاقته مع الباترون في العمال كل ما يتعلق بالمستقبل إذا كان تفكير سلبي غادي أدي إلى صعود هرمون الخوف كي يعاندي الخوف كتير خوف من المستقبل ومن تقلبة الزمن أما الحزن فهو يأتينا من طريقة تفكير في الماضي كنشوف في الماضي دياري دائما تنقول فتني فرص وقعت لي أحزان شو أحد صدمني عاطفيا شو أحد دالي رزقي شو أحد هاني كنقن فكر في الماضي ومشاكله وأحزانه وهمومه كي يصعد عندي هرمون الأحزان وإذا التقى هرمون الحزن مع هرمون الخوف أش كي يعطينا كي يعطينا الاكتئاب الطريقة ديالتخلص من الاكتئاب هي ببساطة هي مجرد تفكير ريجلاج ديالتفكير رب حل الراديو عندك فيه تمبوجات وحد الموجة عندك تمافات شاش حاول ما أمكنت ريجل الراديو مزيان على مدى الريجل وغن قل أنا لا أهتم بالماضي لأن الماضي ذهب ولن يعود أبدا ولا أهتم بالمستقبل لأن المستقبل غيب مؤمل وليس لي إلا اللحظة التي أنا فيها أنا أعيش اللحظة طولا وعرضا الحمد لله من لك تعيش هكذا يومك هكذا وكتفكير اليومي أنك لما تستيقظ صباحا غتقول مثلا الصقف من فوق آمين الأرض يا آمينة الحمد لله البيت آمين الماكلة دي اليوم رها موجودة رزق دي اليوم موجود أنا بصحة وعافية وضعي الله يجعل باركة هكذا قال النبي الكريم قال صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافرها كان فكر واحد فكر اقتصادي يلقى ناعة كان فكر بالقليل أقنعه بالقليل وأرضى بالموجود وأدعو الله تعالى رب الوجود أن يوسع ثم أنني لا أعظم الأشياء بساطة ببساطة حيدة للاكتئاب كي نعرف ناس مع الدفن اكتئاب نهائيا ولو درت اكتئاب غير موجودة كي نتصالح مع الذات وفرحا وصرور وقلب ينبض بالحياة كيف ذلك أنه لا يعظم الدنيا لاش عنكتئاب على قبل هذه الدنيا واش كتساوي هذه الدنيا بكل ما فيها هي كل هذه الدنيا بما فيها من عظماء ومن جباروت يعني بالمنظمات الدولية وبالرؤساء الدول وبالميزانية العامة وبالعسكر الدولي وبالقنابل نووية كل وأدل لا تساوي عند الله جناحة بعوضة لا تساوي لا تعظم الدنيا في قلبك ما تعظمش الدنيا عظم الله تعالى في قلبك وغتبالك الدنيا صغيرة جدا وغتبالك عادية وكل يوم غتشعر بأنه هبى من الرحمن عطاه لك الله تعالى تعيشه طولا وعرضا وتستمتع بهوائي الأكسجين غيبالك نعمة الإضاءة والإنارة دي الشمس نعمة النوم بالليل نعمة شربة الماء نعمة غيبالك النعم دي أتشوف النعم حتى كي يبقى دي بل الله يسترنا ويستركم ما كيبقوش بانو له النعم هو يغرق في بحر النعم لكن ما كيبانوش له ما كيحسش بيهم لهذا ماذا نفعل لا نعظم الدنيا ثم ننخارط في الدكر دكر 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 اذكر الله دكرا كثيرا بكرة وأصيلة قياما وقعودا وعلى جنوبكم نعمر اللي كيقولي عن اكتئاب كنفهم بأنه عنده عنده نقصان في الدكر ماذا عليه قصنا الشاق جمو كنديرو الشاق جمون دي الإيمان باش غن ديرو الشارجي الإيمان بالدكر أسهل طريقة هو كنشارجي الإيمان بأعمال كثيرة صالحة صدقات إعانا طلب العلم ولكن أسهل طريقة هي كنشارجي القلب ديالي والداخل ديالي بالدكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد احنا كلنا ذلك الإنسان ضعيف احنا كنشعره مرة مرة بشي خوف أو بقلاق أو باكتئاب أسرع إلى ماذا وأذهب إلى المسجد وأصلي لله تعالى وكان قلس أورشي ساريا وكان قنسبح لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر والنحض المصحف الشريف وانقرأ بتدبر الله يخاطبني ثم أرفع أكفة ضراعة إلى البريء وقل يا ربي إنني مريض فاشفيني وإنني فقير فاغنني وإنني محتاج فافعطيني وإنني مظلوم فانصرني يا سبحان الله يا سبحان الله ربك عز وجل ما إن تشرق الشمس يوم جديد حتى يفتح لك الدنيا والله الدنيا تأتيك راغمة الدنيا تأتيك بأموالها وأمجادها وألطفها وتقول لك هأنا دا بين يديك خذني إليك سبحانك يا جليل الله كريم أسأل الله للقضير سي أيوب الله يفرج عليك مولاي الله يحفظ لك الزوجة الله يرزقهم السعادة والهنة ويحفظ لك الوليد ويحفظ لك العائلاء ويحفظ لك الوليدة ويرحم الوليد ويجعلها تسعى آخر أحزانك وهمومك اللهم أمين يا ربي يا كريم ونمر بسرعة من العرائش إلى أسفي معنا للا حفظ معلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كديرا دكتور لبس عليك لبس مولاتي بارك الله وفيك للا الحمد لله عافتي نواقع يا أم محمد يا للا حفظ حفظك الله ورعك الله يحفظك دكتور الله يحفظك نسألك الدعاء دكتور لينا والواليدين ديونا بالرحمة وعدو ستي وشيخي وشدودنا وقع الأموات يا رب ويحفظ لنا الله تعالى ماليكنا الغالي يطول عمره ويشافيه ويداويه ويخليه تاج في غروسنا آمين يا رب قد كدك دكتور رسولك وحد وحد استغفار كنديره وزيما واش مزيان يعني أنا عارف الحمد لله رائد زيان وغيروا زيما قد شيخي أزرر له هنستفدو إياه يعني أنا عود ما كانقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أنا كان قسمهم كانقول كاندير واحد ما كان وقاكل كنكمل مياه وكان نقول تاني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مية مرة. كان قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله مية مرة. كان قول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الى الله مية مرة. وكان قول الله اكبر الله اكبر الله اكبر مية مرة. وكان قول لا حول ولا قوة الا بالله العليا العظيم مية مرة. وكان عوتنين قلتاني لا اله الا الله احداه ولا شاركة لا له الملك وله الحمد. يديه الخير وعلى كل شيء قادر. الممكن قلتاني سبحان ربي وب الحمدية. سبحان ربي العظيم سبحان ربي وب الحمدية. سبحان ربي العادي وكان صليتني على الرصمة طيب دعوه شهد شيء. كان ديرو ميام ميام وكان ما كان فيهش يقول ديك القيد ديك القيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إله إلا الله يلاك. خطكوا حد الوقت يلاك ديرو ميات مرة. أنا كان ديروه باختصار باش دغيا الثان دياني دغية كيدو تخفيف دغيا عفرم. انا بغايتك اللي حال ودعم أبنياتي بالنجاح وبالفلاح وبعبهم شاء الله بالصراح وبالفلاح يعاون صدي رب الكريم لذنان ودعمنا دكتور بالرزق ومع جلاننا ومع أخوتنا مع أخوتنا المسلمين واخوتنا الجلان وقال اللي كيف يبغينا ولي ما كيف يبغيناه كلزق الله يهدي مخلاق والله يهدي نفسي ودعم عموين كيف عبوه بزافة دكتور بالرحمة اللهم أمين لله بارك الله وفك للاحافظة شكرا الله لك وهذا الأمر اللي قمت به كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل النبي الكريم إلى المسجد فوجد جماعة من صحابة وحدين كانوا في التجارة كانوا في الصوق كيبيعوا كيشريوا كيربحوا الدنانير والدراهيم وكيراكموا التروات وفي الثانية كانوا في الجامعة كانوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فأحدهم قال هذو خدامين كيجمعوا الأموال وكيستتمروا قالوا أتركوهم فإن هؤلاء يفعلون غراس الجنة هؤلاء يقومون بغراس الجنة هذا التصبيح هو من أعظم الأعمال غراس الجنة قال لهم بأن كل تصبيحة صدقة في كل تصبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تهليلة صدقة كل كلمة يقولها كأنه تصدق بها على نفسه وقال لهم بأن كل كلمة فيها نخلة في الجنة سبحان الله تغرس لك نخلة في الجنة ظلها لا يقطعه الفارس إلا بمسافة خمسمائة سنة يعني الظل ديالها الفارس كالك فوق الفارس وكيبقي يجري خمسمائة عاميا الله يقطع الظل ديالها لأن النعيم الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فكل ذكرك يقوم به الإنسان هو كيبني الآخرة راسدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما كان صعب لقى واحد الراجل كيبني كيبني واحد القصور عظيمة كل بنا من دهب وفضة ولؤلؤ ومرجان قصور عظيمة ملت مجي راجع قال بأنه مبقىش كيبني فسأل جبرايل ما هذا قال لذاك رجل كان يذكر الله وهو كي يذكر الله في الدنيا ربنا يبني له قصور عظيمة في الجنة ولكنه لما توقف عن الذكر وانشغل بالدنيا توقف البناء عنده فللا حفظة إذا بقيت على هذا المنوال رغت كوني من كبار لأثرياء ديال الجنة الذكر هو أعظم شيء يجاز به الله تعالى ولكنه قال لنا ديره كثير أذكر الله ذكرا كثيرا وسبيه حوه بكرة وأصيلة وانا كان قل أحباب لك سمعوني الآن أرى الدواء اللي بغوا شيء نصيحة واحدة تشمل كل شيء بها أربيعتك الرزق بها أربيعتك الصحة بها أربيعتك القبول بها أربيعتك الفتح بها أربيعتك النصر بها أربيعتك الرحمة اللي بغتي نصيحة واحدة 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 فقد تغنيك عن كل شيء نصيحة ذهبية هي أن نقول الأحب الكرام اشغالوا أنفسكم بذكر الله اشغالوا أنفسكم بذكر الله وانت قد في السيارة اذكر الله وانت طرى في الدروج اذكر الله وانت في العمل يلك اذكر الله وانت في المطبخ يلك اذكر الله حتى في نومك اذكر الله اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة قياما وقعودا وعلى جنوبكم هذا هو الرزق الوفير للا حافظة كان الصحابية في عهد النبي الكريم كانوا يستعملوا الحجارة في تسبيح في العد كانت صحابي الجليلة أم سلمة كتدر واحد الجرة وكتدر حجارة وكتبقى تسبح كتبقى تقول سبحان الله سبحان الله كتدر مية حجرة لما رأها النبي الكريم قال لها لو قلت سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم عدد خلقه ورضو نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لك فتكي لنلقى نهر كلك تذكر الله تعالى ولكن انسات بأن الحياة فيها متطلبات عند زوجة عند أولاد عند عائلة فقال لها هوني على نفسك قال لها ممكن أنك تذكر الله وحد ذكر كتسمى كنز من كنوز السنة أنك تقول أي ذكر وتقرنه بالعدد عدد خلقه ورضو نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته هذا كفتك فأسأل الله الكريم للا حفظة أن يتقبل منك هذا الذكر هذا كله وارد وثابت تعني النبي المصطفى الله يرحم لوالدين ويحفظك الولدات ويجيب لك الله الرزق الوفير والخير الكثير اللهم أمين يا أرحم الرحمن كان نعتادر من أخينا عادل من ضربضاء لأن الوقت أدركنا وكان نعتادر من جميع المتصلين الوقت يمر بسرعة وخير ما نختم به هذا اللقاء هو أننا نرفع أكفة ضراعة إلى الباري في يوم الجمعة هذا اليوم المعظم المكرم ربي سبحانه وتعالى يفتح فيه أبواب السماء ويقبل أدعية العباد وأمواتنا في قبورهم يمدون أيديهم ويقولوا يا ربي مين سونا الأحياء مين سونا شيء الأحياء فاللهم يا رب العالمين يا واهب الحياة يا من رفع السماء بغير عمد يا لطيفا بعباده يا من كتب على نفسه الرحمة نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة وهذا اليوم المعظم أن ترحم جميع أموتنا اللهم ارحم جميع أموتنا اللهم اجعلهم في قبورهم آمنين مطمئنين اللهم أنزل عليهم شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان اللهم اسقهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا اللهم اجعلهم من القبور إلى القصور واجعلهم يا مولانا يمرون على الصراط مرورا للبرق الخاطف واجعلهم ممن تتلقاهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين اللهم بدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم اللهم اجعل ملائكة الرحمن تناديهم وتقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم ارزقنا القوة وارزقنا اليقين وارزقنا البركة وارزقنا التيسير اللهم يا حنان يا منان يا عظيم الشام نسألك بنور وجهك العظيم أن ترزقنا الرزق الحلال الطيب اللهم صب علينا الرزق صبا صبا من غير تعب اللهم افقه فيما تحبه وترضاه اللهم اجعلنا نوسع به على العيال ونوسع به على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين واشفنا وعافنا وداوينا اللهم كل من كان عنده مرض سواء مرض نفسي أو مرض روحي أو مرض عقلي أو مرض جسدي اللهم رب الناس اذهب الباسة اشفي انت الشافي وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اشفينا وعافنا اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى يا رب إنك تعلم دنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفيها وتعلم حاجاتنا فاقضيها وتعلم أعداء نفك في نشرهم اللهم اصطح الأولاد والبنات واصطح الأزواج والزوجات وبارك في الوالدين والأجداد والحفدى والجيران وبارك اللهم في الجميع واحفظ بلدنا المغرب واجعله بلدا آمنا سخاء رخاء يا رب اجعل في بلدنا الأمن وارزقنا السلم والسلام اللهم كتر خيراتنا اللهم رخص أسعارنا اللهم بارك لنا في مرازقتنا اللهم وفق المسؤولين على اتخاذ التدابير التي في صالح عموم الشعب فضا منك وإكراما واجعل التراحم واجعل المحبة والمودة والتعاون بين الجميع اللهم نسألك أن تحفظ سلطاننا أمير المؤمنين جلال ملك محمد السادس اللهم شفه اللهم عافه اللهم داوه اللهم أطل عمره اللهم أطل عمره اللهم زكي عمله وأقر عينه بولي عادي المحبوب المولى الحسن وأنبته اللهم نباتا حسنا واحفظه يا رب في كافة أفراد أسرته الشريفة اللهم يا رحمن الرحيم واختم لنا بالحسن اختم لنا جميعا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أزكى صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله